حياكم الله مجدداً في أهلاء بالعرفج وصلنا معكم إلى فقرة مزايين الكتب الأستاذ الوفي لأهلاء بالعرفج حقيقة واللي يثرينا بكل ظهور معنا الأستاذ النواف الأصيمي يستعرض لنا كتاب قبيلة الناصحين نسمع ونرجعنا هلق أهلاً الدكتور أحمد مدايةً أحب أمسي عليك وعلى مشاهدين يا أهلاء بالعرفج وعلى أخوي الغالي مفرح يسعد مساكم كتابي اليوم اللي بتكلم عنه اسمه كتاب قبيلة الناصحين من تأليف تيموثي فرس الكتاب عبارة عن نصائح حياتية قصيرة ولكن من أفضل المستشارين بالعالم يعني أنت تخيل فكرة الكتاب تخيل أنك رحت تقابل أفضل مئة شخص ممكن تستشيرهم الكتاب راح سوى هذه الفكرة بطيك إياها باختصار اختار 11 سؤال مؤلف الكتاب اختار 11 سؤال وراح عرضها على مئة شخصية في جميع المجالات رياضية مستثمرين مبتكرين إعلاميين ممثلين مفكرين في جميع المجالات وسألهم 11 سؤال يهم الشباب ويهم الناس اللي في الجيل الجديد أنه يطورون حياتهم يطورون أعمالهم حياتهم الشخصية خليني أعطيك يا دكتور أحمد مثال على ثلاثة أسئلة السؤال الأول يسألهم يقول لو كانت عندك لوحة إعلانية كبيرة رح توجه منها رسالة لملايين الأشخاص ويش رح تكتب فيها السؤال الثاني في مجال عملك أنت يا المستشار أو الممثل أو الإعلامي أو الخبير إيش النصائح السيئة المهنية اللي حصلت عليها وأيضا السؤال الثالث مثلا يذكر يقول إيش هي العادات الغريبة أو الأشياء السخيفة اللي تمارسها فهذه ثلاثة أسئلة من 11 سؤال يوجهها لأفضل المستشارين في العالم وتفضل على ردودهم طبعا الكتاب قبل ما يطرح الأسئلة على هذه الشخصيات يعطيك نبدع عنه يعرفك بهذه الشخصية وإنجازاته وخلفية عنه بعدين يبدأ يطرح الأسئلة عليهم وتستمتع بإجاباتهم عليها أعطيكم العافية شكرا جزيلا للأستاذ نواف العصيمي يعني نشكر كثيرا على كل مرة يثرين فيها بظهور فيها هلب العرفج وهو إضافة حقيقية لكل حلقة يكون جزء منها فضل دكتور وأنا أكرر الشكر لأبو فهد شف نواف الحقيقة بطل يعرف يتعامل مع الكاميرا الفيديو قصير لكن أعطاك الجو العام للكتاب وهذا المطلوب لأنه بعد كده تقرر ولا تشتري ولا لا شوف يا أبو ياحي هذا الكتاب أنا قرأته عشان أحل الراتب معكم أربع مرات أربع علوان أنا كل قراءة القراءة الأولى بالأخضر القراءة الثانية بالأزرق القراءة الثالثة بالأحمر فأنا لخصه خذ مني ستين ساعة سألخصه في ست دقائق الكتاب دائما هو الكتاب فكرة وأي كتاب لا يمكن تنخيصه بسطر غير الرواية كتاب العلم إذا ما تنخصه بسطر فهو كتاب ضعيف لأنه يحتوي عدة موضوعات هذا الرجل تم أنا تابعه من زمان تم رجل تواجهته تحديات وصعوبات في قضايا فقال أنا ليش أفكر الحالي ليما أنا أسوي 11 سؤال وجه 11 سؤال بعضها غبي بعضها صحيح مثلا يسأل إيش الكتاب اللي يثر فيك أبو يحيى إيش العادة اللي تخليت عنها وإيش العادة السقيفة اللي تحبها وأيضا لو كان عندك لوحة إعلانات ما العبارة اللي سيكتبها أسئلة 11 سؤال ورسلها المئة شخص من لاري كينغ إليه مون أبو سليمان مون أبو سليمان الحقيقة الوحيدة اللي أخذها من الوطن العربي حسب بقرات ما في غيرها فهو الجهل و لاسئلة تصور أنه الضخم العدد اللي يجيك من رياضيين مذيعين رجال أعمال رواد مصارعين مصممة زياء تقريبا 50 امرأة ومكل التخصصات أنا أقول هالكتاب عيشني 5000 سنة كيف؟ لأن كل اللي جاء بهم فوق الخمسين أضرب 150 ب5000 5000 سنة أنا عشتها هنا عشان كده قلت قريت وأربع مرات الكتاب أكد ما كنت أذهب إليه من زمان مثلا آخر سؤال ماذا تصنع إذا شعرت بالقلق 70 في المئة من الإجابات لا تتعدى التعمل والمشي الخروج للمشي والتعمل 70% أيضا الكتاب نسف قضية اتبع شغفك كلهم قال لي تجاوب وقال لك تتبع شغفك أنت شغفك متحول أنا يوم كان عمري عشر سنين كان أمنيتي أشتغل بمحل مطعم مطبق عشان أشبع يوم عمري 17 أمنيتي يصير سواق خط عشان أسافر وروح أجي شغفي يتحول كل ما ارتفع الطبقة الوعي عندي من ضمن الأشياء اللي وصفت كن على طبيعتك وهو مثل اليوم كن على طبيعتك معناته أنك أنت تصير سادج تقول للأعور وتقول للأعور وتقول للأعور وتكون تسارك مفلوت وتقول أنا ما عندي أطقه بالوجه لا قلي من ضمن الأسئلة الجميلة اللي سألوا أنه أكد كل الموجودين هنا في المية كان سبب نجاحهم شيئين أبو يحيق الانضباط الحقيقي والالتزام بما قالوا لقال لك أنا أسوي تمارين أسوي تمارين مهما كانت الظروف والحقيقة اللي جابهم نمائيات عالمية راليات أبطال راليات أبطال جري أبطال كذا أبطال كذا أيضا الكتاب الجمال فيه أنه أنت مثلا تقرأ الواحد يقول لك مثلا كن لحب اللي بعده يقول لا كن نباتي فأنت تعيش التناقبات اللي أنا أعتبرها غنية فيه تناقض يسوي لك حيرة فيه تناقض يسوي لك تنوى مثلا وين يابو يحيق يتسافر طيب طيب هو يجيب فقط ولا يبرر إجابتك لا 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 المجيب على كيف وهو يأطيك السؤال وانت هو ضميرك على قول ذاك يقول اللاعب أعطيك الكور وانت هو ضميرك هم بعضهم يجربون بس أنا اللي عجبني أنه مثلا مثلا في حملة كبيرة على القمح والسكر يعني طبيب عالمي في هارفرد يقول في أمريكا سيتجاوز من يموتون بالسكر الذين يتجاوزون الذين يموتون بسبب السجاير حرب كبيرة على السكر حرب كبيرة على الدقيق هو جاب أطباء من هارفرد عالميين فأزيما في الموضوع أنا أقول لك أنت ما تسوي أديب وتسوي مقابلة تطلع بإجابات أدبية لا تطلع عن حق هو مئة شخصية لك أن تتخيل ما بين مرأ ورجل بدأ بعارضة الأزياء وانتهى بلاري كينغ يعني لاري كينغ لما جاب قصته وانا استغرب تقول مرة عنفها يقول لي أول ما دخلت لذاعة كان اسمي لاري اسم اسم عرقي قال لي رئيس رذاعة لا هذا اسم عرقي لازم نغيرك نغير اسم بوك قال يبوي اسم بوك قال والله ما هذا قال وش نحط باقي عدد عشر دقائق على الهواء يقول في والله قد دامي جريدة مكتوب عليها سيفر ماركت كينغ قال خلاص نسمي كريرالي كينغ قال يلا وطلع على الاسم هذي من ضمن طبعا الكتاب ملي بالقصص وملي بالأقوال وملي بالحكم وملي بال واللي عجبني يا أخي إنه واحد قال له لو عندك مثلا لوحة علانية وش تكتب فيها قال ما لي بكاتب فيها شيء ليش أكتب ليش علم الناس كيف يعيشون خلى الناس يعيشون بطريقتهم في نغمة تذمر وفي صدم للقناعات إنه النصائح هو صح سماهم قبيلة الناصعين حين تعرفكم مثلا قبيلة كذا قبيلة المبدعين قبيلة هو قبيلة الناصعين لكن كلهم ما كانوا ينصحون هو يقول تجارب من ضمنها واللي عجبني أكثر شيء واللي أبغاك أنت أيضا تتعلم وأنا تعلمت من فترة أقلبا في سؤال يقول ما الشيء الذي تفننت بإتقانه في الأولى الأخيرة تقريبا 70% قول لا لكثير من المناسبات يعني ومعقول كل واحد يعازمك تروح غازي تصيب الله يرحمه يوم سأله تركي الدخيل عن سبب نجاحه قالت 70% المناسبات أعتذر منها المناسبات ما منها لبس تعال الله يحييك وناك ونشرب وقتك أثمن من هذا فطلعوا كتاب اسمه The Art of No فن قول لا كيف تقول لا طبعا ما يمكن تقول لله للناس لا والله خليها بعدين وكذا أيضا تكلموا كثيرا عن قرار الانشغال كتب لوحة الانشغال قرار يقول لا تصدق أن أحد مشهول إذا أنت ودك هتسويه إذا ما ودك والله مشهول أعذرني ومدري أنت شب مثلا لو واحد قال لك بعزمك أبو يحيي وكذا تعتذر لو قال لك أبو يحيي تعال فيه فرصة استثمارية وفيها دراهم أنا وأنتم نجي فهو يقول واحد المجيبين قال إن الانشغال قرار بمعنى أنت إذا مشتهي والله تد خلي جدولك يتلاءم مع الشغل إذا ما انت رأى إذا ما ودك فما يمكن شوف الكتاب على ضخامته طبعا تشكر جرير على ترجمته ترجمة جميلة ترجمة العنوان دقيقة ولا كان فيها شكل لا دقيقة جدا واللي عجبني في كتاب سنستعرض له اسمه أدوات العظماء جاء مئة واحد من العظماء وسألهم كيف أصبحتوا العظماء هو نفس المؤلف المؤلف عنده خط جميل لكن اللي عجبني أنه شوف مشكلته الشخصية تذكر قصيدة أبو العالى المعاري غير مجد في ملتي واعتقال هذه قصيدة كتبها في موت صديقه لكن هو طلع من الصديق إلى ظاهرة الموت هو قال هذه المشكلة تخصني أنا لما أخليها كونية وخل العرفج يتكلم فيها لب العرفج على قطية تم ومشاكله و11 سؤال اللي يوجهها لهؤلاء الناس ما زلت أقول لك اللي عجبني في الكتاب أكثر شيء أنه أيد قناعاتي مسألة التعمل مسألة اليوقا مسألة المشي مسألة الانضباط كل المبادئ اللي النادي فيها هنا فيها لب العرفج وأكدها وأنه أنت اشتغل قد ما تقدر على نفسك وتطوير أدواتك بالحرفة الواحد قال لا تبحث على المال ابحث عن ما يجلب لك المال وهو المهارة جميل ملاحظاتك ملاحظاتي طبعا في مجاملات يعني لاري كينغ جامله وعطاه وخلوا يتكلم في مورو خارج الموضوع في بعضهم أيضا جاملهم أنه جاوبوا على السؤالين تهربوا من البقية بالمنهج العلمي لازم يكون صارم لكن هو وقال قال أنا جاملتهم وهو دم وخفيف قال أنا جاملتهم الحقيقة أنه كمان أيضا في موضوع يمكن علشان أعمارهم أو تجربتهم أيو لاري أتوقع أنه عمل معه اللقاء في مراحل متقدمة يمكن لكن أنا أقول لك كمنهج علمي بشكل عام أنا أقول لك شف نصايح حياتية قصيرة من أفضل المستشرف العلم نخامة الكتاب وكمية المعرفة لك كان عقلي أربعة في ستة لما انخلصت قراءة تفسار عقلي ستة في ثمانية تذكر الصور ذيك أربعة في أربعة يعني اتسعت مساحة عقلي مو أني هو شيء جديد علي بس كمية أنه أنا في أمريكا واحد في أمريكا يفكر نفس تفكير العرفة معناة نلتقينا بدون من أعرف بعض